إلى ذلك قامت الإدارة العامة للمرور بسلسلة من الإجراءات التنفيذية التي تصهم في انتظام الحركة المرورية في محيط المدارس في إطار حرص الإدارات المعنية بوزارة الداخلية على بداية آمنة للعام الدراسي الجديد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ضمن منظومة متكاملة من الشراكة المجتمعية وفي إطار حرص الإدارات المعنية بوزارة الداخلية على بداية آمنة للعام الدراسي الجديد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والتنظيمية لتعزيز السلامة العامة لطلبة كافة المدارس وفي هذا السياق قامت الإدارة العامة للمرور بسلسلة من الإجراءات التنفيذية التي تسهم في انتظام الحركة المرورية في محيط المدارس أعدت الإدارة العامة للمرور خطة متكاملة لاستقبال العام الدراسي 2019-2020 ومن خلالها طبعا تم توزيع الدوريات بانتشار على جميع المحافظات الأربع وطبعا بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية بعقد اجتماع مع المديريات الأمنية وطبعا لدارة العامة للمرور حرصت حرص شديد على أن يكون هناك حضور مبكر في بداية العام الدراسي للجهات المعنية من إدارة العامة للمرور والمديريات الأمنية في تنظيم الحركة المرورية ندعو أولياء الأمور بالالتزام بالأنظمة والقوائل المرورية بعدم استخدام طبعا الهاتف النقال وعدم السرعة العالية أمام المدارس اختيار المكان الصحيح للوقوف ونتمنى للجميع عام دراسي خالي من الحوادث في الإطار ذاته تقوم شرطة خدمة المجتمع بدور فعال في الحفاظ على أمن وسلامة الطلبة وتنظيم الحركة المرورية وهو أمر يلمسه الأولياء الأمور خلال تعاونهم وتجاوبهم مع الإرشادات المتعلقة بهذا الجانب دورنا كأفراد شرطة خدمة المجتمع مع بدء العام الدراسي اليديد للطلاب توعية وتثقيف أولياء الأمور الحفاظ على سلامة الطلبة أثناء حضورهم في الفترة الصباحية وبعد انتهاء الدوام الرسمي كما نقوم بتنظيم الحركة المرورية بالقرب من المدارس بالتعاون مع حراس الأمن التابعين لوزارة التربية والتعليم نقوم بتوعية سواق الحافلات والتأكيد عليهم بالتأكد من عدم وجود أي طالب بعد انتهاء الدوام الرسمي وتوصيل جميع الطلبة ونتمنى من أولياء الأمور التعاون مع جميع رجال الأمن المتواجدين لسلامة أبنائهم وقد امتدت عملية التعاون والتنسيق إلى عقد الدورات التدريبية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الداخلية والتي كان لها بالغ الأثر في تفعيل دور أفراد الحراسات والارتقاء بأدائهم بما يساهم في توفير البيئة الآمنة والمناسبة في المدارس وجميع المنشآت التعليمية طبعا هناك تعاون كبير ما بين وزارة التربية ووزارة الداخلية من خلال الدارة العامة للمرور حيث تعقد ورش تدريبية لحراس الأمن بشكل دوري قبل بداية العام الدراسي لاستقبال أبنائنا الطلبة وتأمين سلامتهم والحفاظ عليهم طبعا هناك أيضا دور ثاني يقوم به شرط المجتمع مع حراس الأمن في تنظيم الحركة المرورية وتأمين مرور الطلبة لأحضان المدارس أيضا هناك جانب آخر هو توعية سواق الحافلات المدرسية طبعا هذه الجهود المبذولة غايتها هي تحقيق أمن وسلامة أبنان الطلبة متمانين لأبنان الطلبة عام دراسي حافل بالنجاح والتفوق خال من الحوادث المرورية وتعد سلامة الطلبة وضمان الإنسيابية في الحركة بمحيط المدارس غاية أساسية تعمل على تحقيقها الجهات المعنية إلا أن هذه المنظومة لن تكتمل إلا بالتعاون الكامل من قبل أولياء الأمور واستجاباتهم للإرشادات والتعليمات الموضوعة لتحقيق هذا الغرض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر